أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم في هذه السيرة من قصة موسى صلى الله عليه وصلنا إلى هذا المقطع من الآيات المباركة في سورة يونس عليه السلام أن السحرة ألقوا بعصيهم وحبالهم وأما عصى موسى فالتقفهم جميعا خب هنا الانتصار صار إلى موسى وقومه بني إسرائيل بعدين هنا فترة من الفترات مضت وأنه رأسا موسى قال يلا خلين نروح البحر لا سنوات مضت هذه السنوات كانت للامتحان لقوم موسى بني إسرائيل وللقبط من أعوان فرعون شنو حدث حدث أنه تسع آيات بينات من قبل الله سبحانه وتعالى نزلت كما في الآية القرآنية الآية تقول لقد ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات تسع آيات يعني تسع علامات تسع معاجز شنو هي هذن في آية أخرى فأرسلنا عليهم الطوفانة واحد والجرادة اثنين والقملة تلاثة والضفادعة أربعة والدمة خمسة بعد أربعة يبقى آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين الثلاثة الأخرى العصى اليد البيضاء الطوفان إيش قد يصير ثمانية السنين يعني القحط هذه في آيات أخرى جائد فلما انتج معهم يصير تسع آيات العجيب إخواني في قضية الفراعنة اللي الله يقول إنه لمن المسرفين وإن فرعون لعال في الأرض الله يصفه بعال عال يعني صاحب العلو وتكبر ومسرف هذول العجيب في القضية لما نقرأ التاريخ في سيرة موسى عليه السلام نرى العجائب كل مرة هؤلاء كانوا يطلبون من موسى رفع هذا العذاب مثلا من باب المثال كان الجراد ينتشر في مصر أو في القارة كلها الجراد لمن يجي يأكل الزرع يأكل كل الحصاد ما يخلي شيء يعني يدخل بالبيوت مو جراد جرادين أو كومة جرادة سيل من الجراد أتى إليه فسف فرعون هو كان يتكلم مع موسى لا أدري يعني ما موجود في التاريخ الأولى أن أعوانه كانوا يأتون إلى موسى عليه السلام ويطلبون منه رفع العذاب بشرط أن يرسلوا بني إسرائيل يرسلوا يعني شنو يعني يعطوهم مجال للعمل للشغل أو للهجرة لأنه كانوا معذبين ومكبلين هذولا ما عدهم للخروج أن أرسل معنا بني إسرائيل في آية أخرى خب السجقيت كان يطول حسب بعض الروايات التاريخية أسبوع عشر تيام أسبوعين كان يطول موسى كان يدعو ربه أنه ارفع العذاب يمكن هذولا يؤمنون في هذه الفترات من الجراد من القمل القمل شنون أكو جبل قريب العاصمة أتى إليه موسى عليه السلام بعصاه ورفسه بعصاه ضرب العصى للجبل القمل سيل من القمل اتجه إلى المدينة هذه عجيبة يعني وكانوا يشوفون هذا الشيء تعال يا موسى أدعو لنا ربك أن يرفع العذاب فيدعو ويرفع قضية الدم جدا عجيبة هؤلاء كانوا يسقون أنفسهم وبساتينهم وزروعهم بماء النيل وفروعاتها النيل من فوق يجي في القارة الإفريقية إلى أن يصل إلى مصر وإلى بعدين وين يروح قارين بالجغرافية الناس المهم يروح للبحر فهذا النيل كان يروي كل مصر في الزراعة في الحصاد في الشرب في النظافة في كل شيء ويأتون له سواقي يأتي إلى بيوتهم إلى قراءهم إلى مزارعهم فجأة بقدرة قادر سبحان الله كل هذا الماء يصبح دما يعني اللون أحمر والطعم أيضا طعم الدم يريد الإسرائيلي يشرب يصير مي يريد القبط يشرب يصير دم ما يصير هذا هذا يقولون أسبوع طول إلى أن صار بعدهم اختناق بعد يجعوا عند موسى كبارهم أنه تعال أدعو الله أن يرفع العذاب والعجيب أنه كانوا يأتون إلى الإسرائيلي من بني إسرائيل من أصحاب موسى تعال أنت عطينا ماي الماي اللي أنت تشربوه ماي الماي اللي احنا نشربه دم خب من باب الإنسانية الإسرائيلي كان يخلي طاسة مثلا يخلي بي ماي يعطي للقبط بس يريد يشرب يصير دم معجزة يعني هذه المعاجز التي كانت تترى وربعض الآية الأخرى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا مهما تأتنا به من آية يعني من معجزة مهما تأتنا به الخطاب من الفراعنة إلى موسى قالوا يعني الفراعنة مهما تأتنا به يا موسى من آية لتسحرنا يعني بعدها يقول سحر هذا لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين طيب في هذه الحالة شنو الحل الحل الإمهال مهلة 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 تسع مهل العصى في أول يوم اليد البيضاء وراها الطوفان السنين القحط الجراد القمل وإلى آخره بعدين إلى متى يعني هنا لا الفصل ينتهي بعد بيسولة يونس ما يفصل هالأمور لأنه فقط لأجل التوعية لأهل مكة الآيات نزلت شنو نوصل نوصل فما آمن لموسى بعد قضية العصى ومهرجان السحرة وإتيان المعاجز المعاجز بعد الآن ما يشرحها في آيات أخرى اللي تلونها الآن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من قوم منه بعض المفسرين يقولون من قومه يل من قوم فرعون بعضهم صاروا مؤمنين ولكن كأن سياق الآية لا تلائم هذا لأنه لا لن ماكو كلمة فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه قوم موسى يعني شلون حسب التاريخ وال اعتبار التحليلي للتاريخ كأنه يساعد هذا النظر أنه هذول الإسرائيليين بعضهم كانوا يالفراعنة يعني كانوا من خلطين في الدولة في صفوف الدولة وكانوا يعبدون فرعون أيضا هسا للتقية أو ملتقية أنا ما أدري ما موجود في التاريخ ولكن عموما الآن ما الشكل الآن كثير من المؤمنين انقلبوا لأجل المصلحة يريد يشتغل يريد يعيش حسب التعبير اللبناني بده يعيش خب هذا بده يعيش يسوي يغير دينه يغير مذهبه يغير اعتقاداته التزامه تدينه انتماءه يروح إلى فئة أخرى هذا طبيعي لأن الفتنة كانت قوية بدليل أن الله يقول أن فرعون لعال في الأرض عالي يعني جدا طاغية طاغية من الدرجة القصوى فطبيعي أن كثيرا من بني إسرائيل صاروا مع الفرعون لما صارت هذه الآيات قوة صارت في بني إسرائيل خاصة الذرية عادة هذه المفردة اللغوية تطلق على الشباب على الأولاد مو الأولاد الصغار يعني شباب الكبارية عندهم مصالح من خلطين في الدولة خاضعين للفراعنة الذرية أحرار عادة في كل الدعوات هكذا نقرأ الآية مرة أخرى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم يعني ذول اللي آمنوا بموسى أيضا كانوا خايفين ليش لأن إذا كان يعرف موسى مخابراته موجودة في كل مكان فإذا كان يعرف كان يقتلهم يعذبهم يسجنهم وهكذا وملائهم أن يفتنهم يفتنهم يعني هناك كلمة الفتنة بمعنى العذاب أن يفتنهم يعني يعذبهم يقتلهم مثلا وإن فرعون لعال في الأرض الله يقول عال في الأرض هذا إلى مدلول قوي يعني يبدو طغيان فرعون في زمن موسى عليه السلام كان طغيان جدا شامل لكل شيء بعد هذا اللي قارين نحن في القرآن وفي بقية الكتب السماوية أنه كان يستحي النساء ويقتل الذكور ليش بسا ليش أكو حد شيء عليه أنه هل للفساد أو للخدمة أو للرؤية اللي شايفها أنه أحدهم سوف يقلب عليه المهم وإن فرعون العال في الأرض وإنه لمن المسرفين المسرفين يعني الذين أسرفوا في الظلم والبغي والقتل والتشريد والمعصية لما تتراكم هذه الذنوب يأتي هذا الوضع أنه يقول إحنا كل شيء آية تجيب من قبل منك نتمكن أن نعرج على موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى نستفيد من هذه الآية نحن إخواني الآن في عصر ما قبل الظهور أنا دائما ما أقول عصر الظهور لأن إذا قلنا عصر الظهور يعني باشر الإمام يجي وهذا نوعا من التوقيت ولا يجوز التوقيت في مذهبنا في ديننا ولكن الإرهاصات تبينت شوية كوب شنو يصير الآن نفس الحالة اللي صارت في قضية موسى عليه السلام دا تصير في قضية أمتنا أيضا كثيرون من المتدينين ينقلبون إلى عدم التدين طبيعي هذا ليش ليفتنهم ليفتنهم يبين ليش لأن فرعون كان يفتن يعذب الجو الذي نعيش فيه يفتن أنا ما أقول حقهم ها أقول طبيعي هذا لا تستوحش الآن كثير نسمع أنه فلان صار ملحد فلان صار فاسق فلان ترك المسجد فلان بعد ما يصلي فلان بعد ما يصوم طبيعي هذا في زمن الأنبياء هذا الشي كان موجود والآن قررنا هذا الشي ذرية من بني إسرائيل أولاد الأنبياء ذرية من بني إسرائيل منهم بني إسرائيل كلهم من أولاد عقوب وكلهم من أولاد يوسف وإخوته الأحد عشر يعني أولاد الأنبياء وأولاد أبناء الأنبياء أحفادهم 300 سنة 400 سنة قضت بعد يوسف طيب هل مجموعة انخرطت في الدولة انخرطت في السلك الدبلوماسي في السلك الوظيفي في المصالح في التجارة فيه إلى آخره والحكومة راقب والمخابرات مسيطرة والتعذيب قائم طيب يحيصيرون هذا الشكل في زماننا أيضا نرى هذا الوضع امتحان هذا كما قلنا في قصة النوح عليه السلام كم مرة تكررت إلى أن بقي الثل المؤمنة الخالصة المخلصة اللهم اجعلنا منهم احنا دائما ندعو لحسن العاقبة لأنه الأوضاع من ندري شو تصير من قبل أنه لا احنا متدينين احنا ملتزمين ممعلم هزة فكرية تأتي والكثيرون ينخرطون إلى الفساد احنا عشنا أيام في العراق المد الشيوعي في كربلاء في النجف في الكاظمية في المدن المقدسة في صحن الإمام الحسين أنا شفت وأنا كنت شاب أو طفل مثلا في أول شبابي الشيوعيين كانوا يجون يسوون مظاهرات الحادية أمام الحسين عليه السلام هذا طبيعي بعدين راح انتهى مد يجي هذا المد الفكري الآن ده يجي شلون ده يجي عبر الفضائيات عبر الموبايلات عبر المسلسلات عبر المجلات التلفزيونات وما أشبه الهجمة الشرسة الثقافية الفاسدة جاية التكليف شنو هسه أنا بس أشرح هذا لأجل أنه لازم نعرف شنو تكليفنا التكليف في آية القرآنية قو أنفسكم وأهليكم نارا قو من الوقاية يعني دير بالك أنفسكم أنت دير بالك على نفسك وأهليكم زوجتك أهلك أولادك لازم ندير بالنا عليهم يعني فلان أو فلانة من العوائل اللي آباؤهم متدينين الآن ليش صاروا هالشكل لأن الآب ما رعا يعني ما سوى شيء بصراحة خلنا الأم ما صرفت وقت ما قعدت مع أولادها طبيعي يرحون بعد فإحنا تكليفنا ووظيفتنا الشرعية جدا باهضة وثقيلة في هذه الأيام بالخصوص وفي كل الأيام كل العصور كانت فتن موجودة فتن فكرية كانت موجودة في هذا العصر أيضا لازم نحن ندير بالنا وإلا نصن مثل قوم موسى كثيرون منهم صاروا مع الفراعنة مع الأسف بدليل هذه الآية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهن أن يفتنهم يعني يعذبهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين خب الآن قسم من هؤلاء من بني إسرائيل صاروا يا موسى المرء الامتحان صار أعسر وأصعب ليش؟ لأن التعذيب زاد المقابرات أخبروا فرعون أن هؤلاء صارين جمهرة كتلة يقال أنه 600 ألف صار عسب بعض الكتب هؤلاء صاروا مع بعض وصاروا مع موسى عليه السلام هؤلاء يمكن أن يسوي لك مشكلة وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا يعني الآن بدأ العد العكسي لقضية الانتصار سلام عليكم سيدنا بس يحتاج شنو؟ يحتاج تصميم وقرار منكم أن تتوكلوا على الله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين هما ما قالوا مسلمين؟ قالوا مسلمين إهنانا مسلمين يعني تسلمون أمركم إلى الله في آية أخرى أكو تشير إلى أن قوم موسى بعد هذا العذاب الذي تكرر وتعاظم قال له له شن القصة؟ وقت اللي أنت ما شنت إحنا كنا معذبين قال لان اللي لي جيت وتريد تنقذنا أيضا معذبين فش حصلنا يعني بالنتيجة الناس الشكل قال لهم إذا تردون تسيرون ورائي ومعي إن كنتم آمنتم بالله أنتوا آمنتم بالله تركتم فرعون هالذرية الذين التفوا حول موسى فعليه توكلوا يحتاج توكل في كل مقاومة أمام العدو يحتاج للتوكل على الله سبحانه وتعالى الاعتصام بالله إن كنتم مسلمين يعني إن كنتم أسلمتم أمركم إلى الله سبحانه وتعالى هو الإسلام والتسليم بعد الإسلام بمعناه الحقيقي بمعنى التسليم ما هو الإسلام؟ التسليم لله سبحانه وتعالى شنو قالوا فقالوا على الله توكلنا هالذرية المؤمنة الذين التفوا حول موسى عليه السلام قرروا أن يبقوا مع موسى وقالوا توكلنا على الله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فتنة هنا شنو يعني اللي يصير العذاب من قبل الكافرين يزداد فتنة بمعنى العذاب قلنا يزداد حتى نحن من نقدر نقاوم بعد في السجن الله إليه ودي أحد للسجون الظالمة يعذبون حتى واحد مثلا يعترف أو ما دي شي يسوي أو يصير مثلهم منهم بمقدار واحد يتحمل أما إذا التعذيب صار زايد شي يصير ينهار بعد فتنة هذا معناته لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ليصير إحنا الدين يمتحن بوسيلة الظالمين بواسطة الظالمين ولجنا برحمتك من القوم الكافرين هذا الدعاء من قبل الذرية الذرية من بني إسرائيل الذين التفوا حول موسى عليه السلام أما الموعظة كعادتنا في كل ليلة الليلة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه بقطوع جدا مفيد ومؤثرة من رعى قلبه عن الغفلة بس الشي سوي واحد اللي لا ينخرط في الفتنة يعني في المشاكل يقدر أن يصمد ويصبر من رعى من الرعاية قلبه عن الغفلة المشكلة في الإنسان يغفل يغفل عن الله يغفل عن الواجبات يغفل عن الانتهاء من المحرمات وهكذا يغفل من رعى قلبه عن الغفلة ونفسه عن الشهوة النفس تريده الشهوة المحرمة يعني وعقله عن الجهل ثلاث أواكن موجودة في الإنسان قلب نفس عقل أسأل عقل أين أنا ما أدري النفس شنو معناته ما أدري القلب شنو ما أدري هذه أمور فيها خلاف بين المحققين والعلماء الجدد والمتقدمين هل القلب يأمر هل الدماغ يأمر هل العقل شنو ما كان هل تفاصيلها ما علينا بالنتجة هل عندنا قلب وعندنا نفس الأمارة بالسوء وعندنا عقل العقل يجابه الجهل فالإنسان يجب أن يفعل عقله حتى الجهل لا يستولى عنه النفس شنو يصير شهوات عنده لازم يكبته القلب شنو يغفل عن الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى هذا إذا سوى رعاية للقلب وابتعاد عن الشهوة للنفس والعقل كان يفعال وبعيد عن الجهل شه يصير الإمام الصادق يقول فقد دخل في ديوان المنتبهين الله شوك كلمة عجيبة هذه منتبهين يعني يعني أكو ناس همج هكذا ما يدري إلوى ش جاي ويندي يروح شنو تكليفة المعاد شنو القبر شنو أصلا ما يفكر شي هذا الانتباه من صفة المؤمنين دائما منتبه أنا إلوى ش جيت ويندي أروح شنو مصيري آخرتي ش تصير قبري لحدي هذا منتبه هذا واحد هذا بالنسبة للعقائد نجي للعمل ثم قال عليه السلام ثم من رعى عمله سهذاك شنو كان القلب والنفس والعقل أمور معنوية نجي للعمل ثم من رعى عمله عن الهوى هوى النفس يعني ما يخل الهوى يطبق على العمل ودينه عن البدعة كثيرون عندهم دين متدين بس يبدع يبدع يعني شنو يعني من كيف يسوي دين من كيف يسوي واجبات من كيف يسوي محرمات ما يصير مصلحت أو شيء أو تقرب لمعض الناس ودينه عن البدعة هاي اثنين وما له عن الحرام هذا فيك للأهل السوق للتجار المال يجب أن يكون من الحلال وما له من الحرام فهو من جملة الصالحين نحن 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 نريد نكون من المنتبهين في عقولنا ونفوسنا وأرواحنا وأدمغتنا هذا معنويات ونريد نكون من الصالحين يجب أن نعمل بهذه الوصية من الإمام الصالح اللهم اجعلنا من المنتبهين واجعلنا من الصالحين اللهم أحسن عواقبنا اللهم تقبل أعمالنا وارحم أمواتنا واجعلنا من زائر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والإمام الحسين صلوات الله عليه ومن النائلين لشفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود